اشتركوا في القناة وحلفائهم المتطرفة اخذوا يضيكون ذرعا باستحواذ المستوطنين وحلفائهم على القرار الاسرائيلي بمعنى ان بعض اليمينيين اخذوا يتخوفون على اسرائيل او على اسرائيل من نفسها الى العنوة اليمين والاسرائيلي المتطرف في صعود والمستوطنون يقبضون على عمق القرار القيق يتنشق هواء الحرية تتويجا لاضراب عن الطعام تجاوز ثلاثة شهور مركز ديكاف يطلق موقعا الالكترونيا باللغتين العربية والانجليزية خاصا بالقطاع الامني الفلسطينيين موجة الحر تضرب موسم البطيخ في الاغوار الطفلة ريهام قلب مثقوب وعائلة فقيرة وقطاع محاصر اذا نذهب مباشرة الى تقريرنا الاول الى اين سيقود المتطرفون المعلبون المتمترسون في ايدولوجيات الماضي الى اين سيقودون اسرائيل وهل الزمن بشكل عام الان يخدم اسرائيل اسرائيل تاريخيا استثمرت الزمن وجيرته لصالحها فهل تستطيع ان تلوي عنق الزمن الان كما كانت تفعل في الماضي الى التفاصيل قد يذهب بعض المحللين على الساحتين الفلسطينية والعربية للقول ان اسرائيل الان في احسن احوالها بسبب الضعف الفلسطيني الناتج عن الانخسام والتشرذم وصراع الاستراتيجيات وكذلك الحروب الداخلية المستعرة في عدد من الدول العربية حيث بدأت الدول الطائفية تطلب رؤوسها باحثة لها عن مكان في الدولة المنقسمة المتشضية وربما يعتقد بذلك من يمسكون بدفة الحكم والقيادة في اسرائيل لهذا نراهم يتعنتون ويعربدون ويغلقون كل ابواب السلام على اعتبار ان الوضع القائم في الضفة والقطاع هو نموذجي بالنسبة لاسرائيل وبكل المقيس لكن هناك اتجاه اخر في التحليل وهو ما نلحظه ان اسرائيل ليست في احسن احوالها وان بدأ ما حولها فلسطينيا وعربيا ضعيفا لانها اصبحت مرتعا لليمين المتطرف لدرجة ان بعض القادة اليمينيين مثل عالون يعتبرون ان اسرائيل الان في قبضة المتطرفين الذين سيقودونها الى دروب التيه والعزلة اضافة الى تثاقم ازمتها في التعامل مع الفلسطينيين الذين يتساوون عدديا مع اليهود في فلسطين التاريخية فيما المؤشر الديمغرافي المستقبلي لصالح النمو السكاني الطبيعي للفلسطينيين ولهذا الامر تجلياته وتداعياته في السنوات القليلة المقبلة مع ملاحظة ايضا المتغيرات الدولية والمحلال القطبية الواحدة ليحل محل تعدد قطبي لدول تكبر وتتعظم في ظل مصالح وتحالفات اقتصادية ونفوذية لهذه الدول بينما بدأت الخريطة الداخلية لدول اوروبية تتشكل شعبيا لصالح تأييد الفلسطينيين والتعاطف معهم الامر الذي سيكون له نتائجه وان ليس على المستوى الراهن اما الاسئلة المحورية التي تنبثق تلقائيا عن هذا التشخيص اذا تحولت اسرائيل لدولة يمينية متطرفة تحت قبضة المستوطنين كيف سينعكس ذلك على مكانتها والموقف الدولي منها اذا اصرت هذه الحكومة والحكومات المتعاقبة على اغلاق ابواب السلام فهل ستكون بمنأة عن التفاعلات الدولية وهل يمكن لها ان تعيش كجزيرة منعزلة عن العالم هل يمكن لدولة صغيرة جغرافيا ان تبتلع نصف السكان على هذه الارض ونقصد الفلسطينيين وهل تستطيع فرض الوضع الحالي الى ما لا نهاية الاسئلة بالطبع سنخضعها للنقاش والتحليل مع ضيفي هذه الحلقة وما يتفرع عنها من اسئلة اخرى وضيف هذه الحلقة الاستاذ حسن البرغوثي الذي نستضيفه كمحلل سياسيا في هذه الحلقة اهلا وسهلا بك اهلا بك السؤال الافتتاحي اسرائيل الى اين هي ذاهبة يعني هذا سؤال كبير كبير نعم يعني اسرائيل في تقديري ذاهبة باتجاه اولا تعظيم نقاط انخلاف والصراع ما بين ايران وجوارها العربي كمدخل حتى تقدم نفسها كحليف لهاي الدول ولتعظيم ان الخطر المركزي اللي جاي هو جاي من ايران والنفوذ الايراني في المنطقة وتحت شعار عدو عدو صديقي وبالتالي التطبيع وايضا يعني الانفتاح هاي الدول على دولة اسرائيل واسرائيل تلتقط يعني من المبادرة العربية ومن المبادرة الفرنسية فقط هاي النافذة اللي هي مدخل للتطبيع مع هاي الدول واكثر من تطبيع دون ان تقدم شيء اقامة علاقات طبيعية الان هذا الصعود في التيار اليميني في داخل اسرائيل يعني النظر له من الزاوية الاسرائيلية الاسرائيليين يقولون انه احنا مغيلين للوصول لنظام فاشي هذا النظام يشبه النظام النازق قبل الحرب العالمية حتى بعض اليمينيين يتحدثون بذلك انا اقول من الزاوية الاسرائيلية شايف كيف وايضا يعني من الزاوية الفلسطينية الفلسطيني ببساطة بطرح ما الفرق بين يمينهم ويسارهم يعني فيما يتعلق بقضيتنا الفلسطينية فيما يتعلق بالعملية السلام الاستيطان استمر وتزايد وتعظم في زمن اليسار ويزداد وتعظم ايضا في زمن اليمين اللحظة التاريخية الفارقة هي كانت في عهد رابين وشفنا انه قتل على يد الشعب السوائيلي طب انت كمحل لا تجد فروقات مثلا لا اجد حقيقة فروقات فيما يتعلق بالاستراتيجية الاسرائيلية والاهداف البعيدة لحكومة اسرائيل كلا الا الحزبين ما حددوا حدود دولة اسرائيل اللي يكون متمترس ان حدود دولة اسرائيل وفق برنامجه هو نهر الاردن وتنازل عن اسرائيل الكبرى من النيل الى الفرات ولم يعلن حزب العمل تنازله عن الحلم الصهيوني من النيل للفرات وخلى المسألة مبهمة وحتى احنا الراهن ويكون في عنا اوهام انه ممكن حزب العمل او ما يسمى باليسار انه يكون اقل تشددا فيما يتعلق وما دخل على الخط هو كوة المستوطنين واليصار لها تجلياتها وتعبيراتها الحزبية ايضا انا في تقديري نعم انا في تقديري انه هذا التصاعد لليمين في داخل اسرائيل ومش جاي من فراح هو ناتج اولا عن عمليات التخويف المستمرة او الثقافة الاعلامية المستمرة انه يعني نحن انسحبنا على سبيل المثال من جنوب لبنان وانسحبنا من غز ما هي النتائج النتائج انه التهديد زاد المسألة الاخرى البيئة التحريضية يعني نعم البيئة التحريضية هي بتعزز من تصاعد اليمين وعدم الثقة بالطرف الاخر ما قولت انه ليس هناك من شريك في الطرف الاخر ايضا تعزز هاي المسألة وتعزز تصاعد اليمين مسألة اقامة دولة فلسطينية مع حق العودة وعدم التنازل عنه هم كمان عم بشوفوها هاي تهديد وبالتالي بتدعم في تعزيز التصاعد اليمين اللي شوفناه بنضمام لبرمن اذا بدنا نشوف انه هذا مؤشر على تصاعد اليمين في تقديري هذا اولا يعني يعزز من حكومة نتنياهو وبطيل عمرها وبالتالي بحول دون اسقاطها او الذهاب الى انتخابات برلمانية هذا بالمعنى الاني المؤقت لكن بالمعنى الاستراتيجي يصعود هذا اليمين المزطرف وهيمنة المستوطنين يعني هل ستلحق ضرر ما باسرائيل على المستوى الدولي على مستوى العلاقات في ظل هالمتغيرات اللي بتصير في العالم شوف في ظل المتغيرات الامريكان عم بنسحبه من المنطقة وبالتالي اللي عم بفملاء هذا الفراغ الاستعمار القديم اللي هي الدول الاوروبية على قاعدة اعادة تقسيم هذا المقسم اللي هم يقسموه في سايكي سبيكو الى مجموعات دولات طائفية طائفية او بلهابية لالغاء مقومات الدولة الكترية المركزية القوية وبالتالي تسهيل السيطرة على الموارد والسيطرة كمان على سياسات هاي الدول في ظل هاي الاجواء ما مصلحة اوروبا او الامريكان ان تقوم دولة فلسطينية ما مصلحتهم لما تكون فيهم مصلحة بدهم يوقفوا موقف ضاغط احنا بنشوف لما فيهم مصلحة في تقسيم سوريا بدخلوا السلاح والمال وايضا بجندوا حلفاءهم في المنطقة كذلك الامر في العراق احنا شايفين هاي ربما مصلحتهم في تخميد الوضع العربي الاسرائيلي من اجل ان يلتفتوا الى بشروعهم بهدوء انا في تقديري الان القضية الفلسطينية ليست هي القضية المركزية او الالها الاولوية على الاجندات العربية مصر مشغول في امورها الداخلية وفي صراعاتها وفي تقديري انه بحاجة السيسي لسنوات حتى يعزز بالنظام وفي مواجهة الاخوان ومواجهة التكفيريين طب شو تفسيرك لتصريحات السيسي الاخيرة عن انا في تقديري ما يجري الان هي هاي استراتيجية في المفاوضات يسموها استراتيجية التسكين هذه لا تقود حقيقة لايجاد حل ولكن هاي السياسي اللي استخدمتها اسرائيل في المفاوضات هي بالطيل امد المفاوضات دون ان تفضي هذه المفاوضات الى نتيجة دون ان تفضي طب فيش مشكلة استراتيجية عند إسرائيل طب إسرائيل يعني سياستها وتوجهاتها الآن ابقاء الوضع على ما هو عليه لأنه بتعتبره نموذجي بالنسبة لها لكن هل تستطيع إسرائيل إلى ما لنهاية أن تلجم الحركة والتفاعل والتناقضات وتسيطر عليها بالكامل هذا إذا بدك أنت الآن في اللحظة الحالية بدك تعمل تحليل استراتيجي وبدك تشوف شو نقاط القوة ونقاط الضعف اللي موجودة عند الخصف بدك تشوف الفرص والتهديدات نقاط القوة لو جينا على الصعيد الفلسطيني الحركة الوطنية الفلسطينية في أضعف أحوالها عصب الحركة الوطنية هي حركة فتح موزعة بين مراكز قوة ومراكز نفوذ مالي وأمني وإلى آخره وما فيش وحدة لهذه الحركة اللي تقدر تحركها في فعل مقاوم في الشارع أو غير والآخرون إذا بدك تيجي والآخرون يعني الوضع تبعهم على أسوأ إن كان من نتائج الانتخابات هاي مؤشر إن كان من نتائج الفعل والتواصل مع الناس يعني أنت بتذكر إنها في الانتفاضة الأولى وما قبلها كانوا الناس يعملوا عشرات اللقاءات كل شهر للتواصل مع الناس والحديث السياسي عن الناس وتنبيه الناس للمخاطر وتعزيز صمود الناس الآن مسألة تعزيز صمود الناس غايبة في إطار استراتيجية وطنية غايبة تماما يعني ماذا يعني إنك أنت تيجي تسكر مثلا لقابة الوظيفة العمومية هاي عم بتنظم 180 ألف بني آدم في إطار اتحاد وهذا التنظيم يعني بملأ أي فراغ كان في المستقبل ماذا يعني التوجه للقضاء ضد نقابة المعلمين سوى إضعاف القوى المجتمعية والمنظمات الشعبية المجتمعية يعني ماذا يعني الصمت عن اتحاد نقابات عمال فلسطين والتحاد عمال فلسطين اللي بمثلوش أي عامل وترضى القوى الوطنية إنها تتقاسم مقاعد وتحتها فارق بشمنظمين العمال يعني أنت بدأت كل إنه الوضع الداخلي صعب هذا فراغ تخيل لما يكون في عندك على الأقل مئة ألف عامل منظمين تنظيم صحيح طب هذول فيه لهم فعل وطني وفيه لهم فعل اجتماعي وفيه أيضا إنهم فعلوا أنهم يرفضوا الحركة الوطنية بدماء جديدة نصير فيه تنافس حي يعني إسرائيل تستفيد من كل هذه الأجوال هذه نقاط ضعف نربط بالموضوع الرئيسي هذه نقاط ضعف نقطة الضعف الأخرى إنه إحنا ما زلنا مسكونين بالدعاء الإسرائيلي باستمرار إنه يعني هذول بضيعوا فرص السلام الفلسطيني وبالتالي إذا أنت تحركت أو رفضت أو بدك تروع على محكمة جنيات دولية والآخر هاي عمال قاعدين بالصعد وبالتالي بدهم يضيعوا فرص السلام هاي رفضين فرص السلام غير الموجودة أصلا ليه موجودة أصلا وبالتالي هذه صارت تملي علينا سياسات إما الصمت أو التأني القاتل في تصعيد حملتنا الدبلوماسية على إسرائيل أو الخوف من العودة للشعب وتنظيم قوانا الشعبية بما يعزز مواجهتنا في المقاومة الشعبية السلمية طب ألا ترى نقاط قوة في المقابل وأعلان؟ أنا في تقديري نقاط قوة فلسطينية في داخلنا هي نقاط القوة نقطة قوة واحدة إنه إسرائيل إذا بدها تبتلع هالأربعة أو ثلاثة ونص مليون أو أكثر اللي في الضفة أربعة مليون هاي قاتل لحلمهم في إقامة دولة النقاء العبري أو الدول اليهودية في العدد الديموغرافي المتساوي الكفة يعني يقبال بعضها وهذه نقطة القوة أصلاً غير مستغلة غير مستغلة على سبيل المثال بس إسرائيل تتنبه لها من خلال مؤتمرات حتى أنت تستغلها بدك تحرك اتحاد زي اتحاد النقابات حتى يصير يطلب حقوق متساوية حتى يساوي العامل الفلسطيني من حيث الحقوق بالعامل الإسرائيلي وبالتالي تخوف هاي الدولة وبالتالي مقاطعة جدية للبضائع والمنتجات الإسرائيلية بنمتش من الجوة السوبر ماركتات مليانة بكل المنتجات الإسرائيلية تكون في سياسات واضحة تكون الاستمرار في التنسيق الأمني وهذا الخوف هذا الخوف الخوف علي إيش سلطة بدون سلطات طب خلينا نوقف عند الموضوع الديموغرافي اللي إسرائيل يعني أقامت لمناقشته مؤتمرات ومنها في يرتسيليا وغيرها على اعتبر هذا النمو الطبيعي السكاني المتزايد كومبلة ديموغرافية موكوتة قد تنفجر في وجه إسرائيل ووضع التوصيات وغيرها طيب يعني على المستوى المتوسط والبعيد هل تستطيع إسرائيل إنها ظلها حاشرة هذا الكم البشري المتزايد في مربع يعني ومكفل عليه إلى ما لنها شوف هي يعني هذا مرتبط في سؤال إلى أين إسرائيل ذاهبة يعني شوف نحن يعني منذ زمن بنقول قدام إسرائيل خيارين إما أن تندمج في منطقة المشرق العربي على قاعدة سلام عادل وإما أن تستمر في سياسات المواجهة وسياسات المواجهة تنهيها كدولة لا في قدامها خيار ومرتبط بهذا إنه هاي التجارب الناجحة للمقاومة في غزة وللمقاومة في جنوب لبنان ما يجري من تقسيم في العالم العربي ينعكس على قدرات الدول في بناء جيوش كلاسيكية ستلجأ هاي الدول إلى نمط المقاومات الشعبية على نمط حزب الله والمقاومة في غزة هذا سيجري في سوريا هذا سيجري في العراق وهذه دول أيضا محيطة وقريبة دول جوار لإسرائيل وهذا في تقدير تهديد حقيقي لا رح ينفع معها الدبابات ولا رح ينفع معها الجيش الكلاسيكي الإسرائيلي وبالتالي هذه أيضا أنت تتحدث بالبعد الاستراتيجي أنا أتحدث في البعد الاستراتيجي وأتحدث في بدايات تم الحديث والحديث الجدي عن إقامة جبهة مقاومة في الجولان ولا أعتقد أن هذا الحديث يعني حديث لفظي لأنه أيضا المقاومة في لبنان بدأت تحمي حالها وحتى تحمي حالها لازم تمتد قوة إلى منافذ وحدود أخرى إذن أنت تقول أبو عنان أنه يوجد اتجاه يوجد اتجاهان ولكن هذا خارج سيطرة الطرف الفلسطيني فأي اتجاه ستسلك إسرائيل من ضمن الاتجاهين في ظل الوضع الحالي لا مصلحة لإسرائيل في ظل الوضع الحالي لا مصلحة لإسرائيل إنه تستمر في عملية السلام جدي الآن في ظل الوضع العربي هناك أسئلة كبيرة تطرح في إسرائيل مصير القدس والفلسطينيين مش متنازلين عليه لا معنى لدولة إسرائيل بدون القدس اليوم أيضا مصير السياحة بدون بيت لحي وبدون القدس ما حدا راح يجي لا يزور قيساريا ولا يزور تلقابل طب هل إسرائيل خلينا نختم بسؤال هل إسرائيل تعيش مرحلة تيه في ظل هذا اليمين المتطرف أنا في تقديري أم أنها تعي تماما ماذا تفعل أنا في تقديري أنه هي أمام مجموعة هائلة جدا من التحديات مجموعة هائلة جدا من التحديات منها على المستوى الشعبي الدولي أنه هي عم تتعرض لمضايقات وضغوطات تصاعد لطيف وبسيط على المستوى الرسمي في أوروبا حتى في إطار الإدارة الأمريكية ولكن هذا لطيف أيضا في داخل إسرائيل من المعسكر الصهيوني إن كان اليمين المتطرف وخاصة من العسكريين اللي عنده بعض نظر وعم بيشوف وين هم رايحين في أي مواجهة لأنه على ما أعتقد أن إسرائيل مسألة الحروب الشاملة على جراء أنها انتهت لن تجرؤ إسرائيل إسرائيل ممكن أن تقوم بغزوات أو خلينا نقول هجوم محدد لتدمير مقومات وإمكانات ولكن ليس لاحتلال أراضي أو توسع أو سيطرة ولكن لإضعاف أو إنهاك الخصب ممكن على غزة ممكن على جنوب لبنان ممكن تتحركش في سوريا ولكن حرب شامل إسرائيل انتهى بالنسبة لها هل إسرائيل كمان سؤال نختم في أزمة؟ أنا ما أعتقد أنها في أزمة هل هي أعميقة هذه الأزمة؟ أنا أعتقد أنها في أزمة ولكن هذه الأزمة لا تهددها هذه الأزمة لا تهددها أنت تتحدث عن التهديد الوجودي لكن تهديد اقتصادي سياسي مكانة دولية تهددها؟ أنا في تقديري هذا أحد الأسئلة التي تسألها إسرائيل كمان لأنه نحن نعرف أن حرب ال67 هي أجد تلبي واستجاب للأزمة الاقتصادية لعمت إسرائيل في ال66 إسرائيل كمان ماذا عن مستقبل العلاقة فيما لو قامت دول الفلسطينية مع أسواق الضفة والقطاع والقدس؟ كمان هذا السؤال بطرحوه شوف إسرائيل تمتص الأزمات وإحنا عم بنشوف تشكيل هذه الحكومة الآن هو امتصاص لأزمة الأزمة هذه تتمثل في الضغوطات الدولية المفروضة على حكومة إسرائيل لو ظلت هذه الضغوطات على حكومة نتنياهو ووقفت المعارضة لبرمن وغيره من اليسار مما يسمى يسار ويمين ممكن هذا يؤدي إلى انتخابات مبكرة ويسقط حكومة نتنياهو وخاصة أنه في قضايا فيما يتعلق بنفقات سفريات وإلى آخره وبالتالي إسرائيل تمتص بسرعة الضغوطاتها وبتخرج من أزماتها ودائما وأبدا مهما تسعر مساحة الخلافات بين القوى المكونة القوى السياسية والمكونات السياسية في داخل إسرائيل هم موحدين للدفاع عن أنفسهم للتمسك بأمنهم وفي مواجهة الآخر أشكرك جزيلا أستاذ حسن البرغوثي هم ربما يكونوا موحدين في المرحلة الحالية تحت شعار الخطر الخارجي لكن هناك تفاعلات دولية وموضوع الموضوع الديمغرافي كما ذكرت ابتلاع هذا الكم الهائل من الفلسطينيين المتزايد عدديا سيكون أزمة إسرائيل الكبرى محمد الكويك يعانق الحرية بعد معاناة طويلة في الاعتقال توجت بإضراب مفتوح عن الطعم استمر 94 يوما حيث كاد أن يرتقي شهيدا بعد أيام طويلة من الألم والمعاناة والصبر والتحدي القيق حرا منتصرا كله شوق لعناق عائلته التي وقفت معه طيلة أيام إضرابه عن الطعام هنا في مركز دور الثقافي الذي وصل إليه القيق قبل أن يصل إلى بيته يعني الحمد لله رب العالمين شعور لا يوصف أبدا يعني لم أكن أظن أنني سأصل إذا هذا القدر من الفرحة ولكن الحمد لله رب العالمين أنمنى علينا بهذا الانتصار حتى كنت أظن أن محمد ربما أثر عليه الاعتقال أو الإضراب ولكن أجده أصلب وأقوى من ذي قبل وهذا الأمر يعني شعرني جدا بالاطمنان والراحة محمد الذي خاض إضرابا عن الطعام استمر أربعة وتسعين يوما احتجاجا على اعتقاله الإداري يستذكر لحظات التحدي حتى هذا اليوم الذي عانق فيه الحرية وكسر بإرادته كل رهانات الاحتلال ما كان في الإضراب هو عملية عضع الأصابع بالدقائق بالساعات كانت تفرق بيننا وبينهم ساعات ودقائق من سينتصر ومن سيهزم راهنوا على الهبوط راهنوا على فقدان الوعي راهنوا على الموت راهنوا على كل شيء ولكن الله عز وجل نصر هذا الشعب وأدخل الفرحة على قلوبهم خضر عدنان الذي مر بتجربة الإضراب عن الطعام أتى اليوم ليشارك القيقي فرحته ومثله الطفل المحرر ديم الواوي أصغر أسيرة محررة أنا أشارك فرحة ولاده في طلعته من السجن بحكي له أنه إن شاء الله زي ما طلعت أنت من السجن إن شاء الله يطلع كل الأسرة هذا انتصار لكفي حقنا فلسطيني على بطل هذا الاحتلال وفرحة لكل يعني من ينشد حرية كل فلسطين إن شاء الله تعالى الله ربنا استحارنا أن نكون في هذا الموقع هذا لله اللهم يا رب تقبله منا بعد إضراب عن الطعام دام 94 يوما يخرج اليوم القيق منتصرا وسط التهاني والزغاريت بين أحبابه وأقاربه لتلفزيون وطن لؤي وزوز من مدينة دورة جنوب الخليل إذن القيق يتنشك هواء الحرية بعد معاناة طويلة في الاعتقال توجد بإضراب مفتوح عن الطعام مركز جينيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة ديكاف يطلق موقع مرصد الإلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية ليتخصص هذا الموقع في نشر الأخبار والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بالقطاع الأمني الفلسطين أطلق مركز جينيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة موقع مرصد على شبكة الإنترنت باللغة العربية والإنجليزية حيث يختص الموقع في نشر الأخبار والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بالقطاع الأمني الفلسطيني في ديكاف نحن نساند في تطوير وإصلاح القطاع الأمني حتى يلبي احتياجات المواطن الفلسطيني بما يضمن المعايير الدولية والقوانين الفلسطينية المخلية وحقوق الإنسان أحد أهم الأساليب لضمان ذلك وسيلة نشر المعلومات المتعلقة بالقطاع الأمني للجمهور الفلسطيني لذلك نقوم بتجميع كل الأخبار المنشورة عن الأمن ونضعها في موقع واحد حفل إطلاق موقع مرصد في مدينة رامالله حضره ممثلون عن الأجهزة الأمنية ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات إعلامية وحقوقية حيث شهد نقاشا حول دور الإعلام في إصلاح القطاع الأمني ودعا إعلاميون وقانونيون إلى ضرورة كسر الفجوة بين الإعلام والأمن وإقرار قانون حق الحصول على المعلومات وتعين ناطق إعلامي لكل جهاز أمني وتعزيز الحريات الإعلامية في نشر القضايا المتعلقة بالأجهزة الأمنية أهمية كسر الفجوة ما بين الإعلام وبين المؤسسة الأمنية أو الأجهزة الأمنية لأنه كما هو متعارف الحديث عن الأجهزة ومسائرة الأجهزة يعتبر من التابهات الموجودة في مجتمعنا الفلسطيني للأسف نحن في حالة تواصل يومي في أي خبر إلو علاقة بالأجهزة الأمنية يجب أن نأخذ الرواية من الأجهزة الأمنية طب إحنا بنحاول مليون مرة نأخذ رد من الجهاز الأمني رد رد أي جهاز أقول لك أنا مش مخول أحكي لدرجة أنه نحن في لكاءات عديدة معهم كإعلامية نقول لهم عين ناطق رسمي لكل جهاز اعملوا دائرة علاقات عامة طب كيف سنأخذ الرواية منكم أنا أوصي أن تكون هذه البرصد خطوة أولى إيجابية على الطريق ولا أن نكتفي بجمع المعلومات المتواجدة على الوسائل الإعلامية الفلسطينية أن يكون هذا عبارة عن منبر حر من أجل تعزيز حوارات وسياسات وفتح نقاشات وربما أن يكون هناك نقاشات ما بين الإعلام ومثلي وسائل الإعلام وقادة أجهزة الأمن ويأتي إطلاق الموقع ضمن مشروع مركز جينيب في مساعدة السلطة الفلسطينية على تعزيز حكم ديمقراطي ومدني يلبي احتياجات الشعب الفلسطيني ويحترم حقوق الإنسان ومبادئ سيادة القانون من مدينة رامالله نزار حبش تلفزيون وطن ومن نزار حبش إلى التذكير بالعنوانين الأخيرين موجة الحر تضرب موسم البطيخ في الأغوار الطفلة ريهام قلب مثقوب وعائلة فقيرة وقطاع محاصر بعد أن انتظر مزارعو طباس بفارغ الصبر موسم البطيخ لعل هذا الموسم يوفر لهم بعض الدخل ربما الدخل المناسب لكي يعتاشوا أو يلبوا الحد الأدنى من المتطلبات المعيشية في ظل الصعوبات والمضايقات الاحتلالية المعروفة في الأغوار الحر لكن لم تجري الرياح بما تشتهي السفن فموجة الحر الشديدة التي شهدتها البلاد قبل بضعة أيام قد ضربت الموسم لا يصدق أبو رامي أن كل محصوله من البطيخ الذي زرعه في أرضه للمرة الأولى تلف تماما بعد شهور من التعب فموجة الحر الأخيرة التي ضربت البلاد أثرت على ثمار البطيخ قبل أيام فقط من نضوجها موجة الحر اللي إيجت يعني هذا البطيخ كان في فترة نموه فإيجت ضربت كل الكطاع المزروح هذا الخمسين دولهم زي ما أنت شايفي يعني من نتعوضش منه ولا بطيخ كيف كان متوقع حجم الإنتاج؟ حجم الإنتاج ممكن تضل له هذا من 250 إلى 300 طن أبو رامي أصر على زراعة أرضه هذا العام رغم كل التحديات كقلة الماء وتقلبات الطقس ومنغصات الاحتلال وأكبرها خطر الاستيلاء على أرضها من قبل المستوطنات المحيطة بقريته عطوف شرقي طوباس مجي إيانا أنه نوصل خطوط الماء لهذه المنطقة لأنه بدهم مجي إيانا يشوفوها أرض قضرة ومروية وهيك بدهم عساسة يحطوا إيدهم عليه يتضل بورد مشان يدعوا أنه هاي الأرض غير مستغلة مشان يقدروا يسيطروا عليه وانت لما توجهت لزراعتها كان السبب أنك تثبت هاي الأرض؟ تثبت هاي الأرض بالضبط هو الهدف الأول والأخير كان التثبيت الخسارة التي تكبدها أبو رامي في هذا المحصول تقدر بأكثر من مئة ألف دولار حسب أقوالها فهل سيتم تعويض هذا المزارع؟ إحنا بدورنا رح نتواصل مع وزارة الزراعة اللي هي جهة الاختصاص بالموضوع مع الجهات الثانية على أساس أنه ممكن نقدر نعوض المزارع قدام نقدر يعني في مجال لأنه كل الإمكانيات هذه اللي كلفت المزارع هي على حسابهم الشخصي وهذه يعني تشكل مبالغ مالية باهدة وعالية الثمن ما تعرض له أبو رامي يتعرض له المزارعون في منطقة الأغوار على مدار العامة من خسارة بسبب موجات الحر والبرد ومضايقات الاحتلال هناك مزارعين يعني بشكل يومي لديهم خسارة هناك أحيانا في موجات السقيعة التي تحصل يكون هناك دمار ولم يتم تعوض المزارعين إلا بشيء بسيط يجب أن يكون هناك صندوق وطالبنا ميرانا تكرارا من الحكومة بتشكيل صندوق طوارئ العام أبو رامي تحدى الاحتلال وسياسته في مصادرة الأراضي وأصر على زراعة أرضه هذا العام لكن هذه الخسائر الفادحة كانت سببا كافيا لمنعه من تكرار التجربة مرة أخرى فمن يقف إلى جانب المزارع الفلسطينية في حماية أرضه من الاحتلال من قرية عطوف شرقي توباسة وفا عاروري تلفزيون وطن إذن موجة الحر تتلف البطيخ على السكين يا بطيخ لا يوجد حاجة للسكين مادام كل شيء تالف في انتظار الجهات الفلسطينية أن تمد يد العون لهذا المزارع الذي يعاني خسارة كبيرة ننتقل إلى التقرير الأخير الطفلة ريهم ابنة الخمس سنوات ولدت بثقبين في القلب ما تطلب علاجا ونفقات من أسرة فقيرة الأب مريض والقطاع قطاع غزة محاصر ووالدتها تشكو سوء الحال وقلبها ينفطر حزنا على حال فلذة كبدها بالنسبة لبنتي رماس من صغرها من يوم أولدتها كانت تعبانة جدا كان عندها طقبين في القلب فتحولوا حولوني على الرنتيسي اللي بغزة فقعدت تعالجها فترة وفترتين عند الدكتورة الأجنبية فورجات فحكت للدكتورة فورجات بدها علاج قعدت بيجي سبع شهور ثمان شهور وانا بروح وبيجي على غزة فلما كبرت البنت صار عندها تشهر نجات وزرق في الشفايف فتعبت البنت عودت رجعت فيها تاني فلما رجعت فيها قالت للدكتورة احتمال تضلها وإحتمال نحولها برا فمضت عليها سنة سنتين فالبنت برضو كما هي ما تغيرت فالبنتها الحين حكت لخفتي شوي إيش يطلع بدل إيش الحين عندها ثقب فاتح وثقب مسكر صار عندها التهابات بالكلة ضربت عليها الكلة فأنا استغربت لما رحت أعمل تحاليل وأعمل فحصات إليها قالي عندها التهابات وأملح بالكلة يعني البنت من صغرها وهي بتعاني في المشاكل مشكلة وراء مشكلة بتجري فيها أنا بقيت أجري فيها يعني الوضع المالي صعب جدا أنا مش قادرة أطلع فيها حتى على غزة حتى على أي بدي أطلع جمعية بدي أطلع مؤسسة بدي أطلع أي أشي مش قادرة مش معاي مال يعني صعب صعب عنا لأن الوضع لا يقاوم مش عارفش بدي أحكي لك يعني أبوها زمان يعني كان فيه شغل وكان فيه حركة يعني هلقيت يعني من بعد الحرب إنا سنتين ويخشينا في السنة الثالثة تقريبا ولا إيش بخشها إلي يعني غير أولاد الحلال يعني أهل لما يبعتوا لي مثلا متين شكل ولا تربية شكل أنا سكنة بحواصل والحاصل لا شباك ولا هوا ولا منفذ بيت صحي أولادي بينزلوا مرضين ما فيش بيت صحي عندي العرس من جهة والفران من جهة والبعوضة من جهة يعني عقد بابا نظف مش قادر أن نظف وضعنا الصحب جدا يعني بيت صحي زي هالناس ما فيش عندي حتى ابني استغربت أنا لما رحت أولدته وجبت الثاني صار عنده غدد درقية أطلع فيه وأنزف يقولي من البيت الصحي أنا صار عندي نقص أكسجين لما بلد بحطولي وحدة دم ما بقدرش ما فيش تعب تعب علي جدا البيت الصحي اللي أنا عايش فيه وزوجه يعني مش مقدرته أن يشتغل عنده كمان كان عنده غضروف وظاهروا يعني نحن بيجي فترة قاعد إلو سنة قاعد يعني مش عارف وضعنا ماشا الحمد لله الحمد لله على كل شي وأنا بتمني من الله عز وجل أن أولاد الحلال والحكومة اللي إحنا فيها تطلع لنا لأنه وضعنا لا يحسد عليه بأمان يعني أنا ذكرت اسم الطفلة ريهام والاسم الحقيقي ريماس وضع هذه الطفلة ووضع هذه العائلة الفلسطينية في قطاع غزة وضع صعب إلى أبعد الحدود نتمنى أن تنبري جهات صحية واقتصادية فلسطينية لمساعدة هذه العائلة الإبنة مريضة والأب مريض والعائلة بشكل عام في وضع يرثى له في الختام نذكر بالعناوين اليمين والإسرائيلية المتطرف في صعود والمستوطنون يقبضون على عمق القرار القيق يتنشق هواء الحرية تتويجا لإضراب عن الطعام تجاوز ثلاثة شهور مركز ديكاف يطلق موقعا إلكترونيا باللغتين العربية والإنجليزية خاصا بالقطاع الأمني الفلسطيني موجة الحر تضرب موسم البطيخ في الأغوار الطفلة رهام قلب مثقوب وعائلة فقيرة وقطاع محاصر دمتم بخير إلى اللقاء في حلقة جديدة من فلسطين هذا السبو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر